أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك من قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا ودول أخرى بشأن غزة حيث أوضح البيت الأبيض أن الدول تدعم بالكامل التحرك نحو وقف إطلاق النار واتفاقي إطلاق سراح المحتجزين المطروح حاليا والذي أوضحه بايدن في 31 من شهر مايو ودعا البيان المشترك قادة كل من إسرائيل وحماس لتقديم تنازلات من أجل هذا الاتفاق